سقط نحو ألف بين قتيل وجريح خلال الأسبوعين الماضيين في المعارك الدائرة في محافظة مأرب وسط اليمن بينهم قادة عسكريون وميدنيون في قوات هادي وجماعة الحوثي هذا وأعلنت القوات تابعة للرئيس هادي والمدعومة من التحالف السعودي الإماراتي صدها محاولات الحوثيين التقدم بينما شنت طائرات التحالف أكثر من عشرين غارة على تعزيزات الحوثيين وخطوطهم الخلفية يبدو أن لا مكان هنا للحراك الدبلوماسي فالتسابق على التقدم في الميدان هو الحكم محافظة النفط والغاز مأرب هي الهدف وهي الورقة الرابحة في أي مفاوضات قادمة ناهيك عن كونها آخر معاقل حكومة الرئيس هادي شمالي اليمن ففي الأسبوعين الماضيين فقط سقط نحو ألف مقاتلا بين قتيل وجريح من جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات هادي المدعومة من قوات التحالف في هذه المرحلة مأرب لا زالت تستخدم كورقة للتفاوض الحوثي لا زال يستخدم مأرب إلى هذه اللحظة كورقة للتفاوض ليس أكثر لأن مأرب كانت قد سقطت عندما سقطنهم أما جوا فاستهداف جماعة أنصار الله الحوثيين للعمق السعودي مستمر والجماعة تؤكد أنه لن يتوقف ما لم يوقف التحالف حصاره وحربه على اليمن السيناريو المعركة هو بطبيعة الحال يعني ضرب ورد للضرب بالنسبة للسعودية هي تقصف وبالتالي أن يتم الرد على القصب عمليات من هذا النوع استمرار الحرب ألقى بظلاله القاتمة على الوضع الإنساني وضع تقول فيه إحصائيات الأمم المتحدة أن نحو 16 مليون يمني يعانون من الجوع خمسة ملايين منهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة عام سابع من الحرب في اليمن الجبهات بين تصعيد مستمر وتهدئة قل ما تصمر الأمر الذي يهدد أفق حل سياسي ينهي هذه المعارض التي تتساعد حدتها في محافظة مأرب بهجوم يوصف بأنه الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب في البلاد نبي للإيسوفي العربي صنع أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في محافظة مأرب شمال شرق صنع كما حثت اللجنة الدولية جميع أطراف النزاع على اتخاذ الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية من صنعاء يبقى معنا مراسلنا نبيل اليوسفي نبيل تتقدم القوات السعودية وتنزل في أكثر من جبهة لصد الحوثيين هل تطلعنا أكثر على هذا التقدم ميدنيا وفي المقابل أيضا كيف رد الحوثيون نعم نضال بالنسبة للمعارك حتى اللحظة لازلت على أشدها بين أنصار الله الحوثيين من جهة والقوات التابعة للرئيس هادي من جهة أخرى في جبهات مختلفة بمحافظة مأرب بالنسبة للتقدم فهي المعارك حتى اللحظة كر وفر أحيانا يتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين للسيطرة على مكان ما في وقت تستعيد القوات التابعة للرئيس هادي مكان آخر في محافظة مأرب لكن الجبهات بدأت تتسع والتعزيزات بدأت تصل لكل الطرفين أكثر المعارك متركزة الآن في الزهور وباتجاه الطلع الحمراء وفي الكسارة وكذلك في مناطق مختلفة محيطة بمحافظة بمدينة مأرب النفطية بالتزامن مع عشرات الغارات لازال طيران التحارف يواصل شنها حتى هذه اللحظة في هذه المحافظة في المقابل المعارك لا تقتصر على هذا المكان فحسب الذي يسقط فيه بشكل يومي عشرات القتلى والجرحى اليوم هو الثالث أو الرابع عشر من الاقتتال العنيف والأكثر ضراوة بين الطرفين هناك معارك تدور كذلك في محافظة الجوف وهي قريبة من محافظة مأرب ومعارك تتصل ما بين محافظة مأرب ومفرق مأرب الجوف إلى محافظة الجوف وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين هذا اليوم كان هناك جبهة أخرى بدأت تنشط فيها الاشتباكات وهي جبهة محافظة الضالع وبالتحديد في منطقة موريس وكذلك منطقة قعطبة اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى من المتقاتلين هناك جماعة أنصال الله الحوثين من جهة والقوات التابعة للرئيس هادي من جهة أخرى في المقابل أنصال الله أكدوا بأن هناك قصف مدفعي وصاروخي أدى إلى إصابة مواطن في أحد المناطق أو في إحدى المناطق الحدودية بمحافظة الصعدة مع المملكة العربية السعودية إذن أكثر التصعيد نضال هو في محافظة مأرب وأكثر المعارك والضحايا هم في محافظة مأرب التي تدور فيها أعنف الاشتباكات حتى هذه اللحظة شكرا لك نبيل اليوسف في مراسلنا من صنعان